شباب 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 طبعا نحن الآن نجرب أو تحديدا أنا قاعد أسوق التيوتا CHR الهايبرد أكثر شيء تلاحظون أو أول جيء تلاحظون في السيارة إنها ما شاء الله هاد يمتأخذ أنا أحب السيارة تكون وائد ناعمة في السواقة السيارة هذي تنك قاعدة تسوق على غيمة حبيتها يمكن أكثر شيء يميز الهايبرد إنها تشتغل على الكهرباء شنو ممكن يصير لو مثلا كهربتها خلصت أو الشحنها خلصت إنها قاعدة تشحن نفسها توفر بانزي بشكل كبير إذا تدخل داخل السيارة وتشوف الديتيلز الموجودة فيها الشاشة بصراحة وائد سيارها صح أن يكون في هذا المستوى أنا اللي بسوق السيارة شوفوا غيادة الرجل ترتاد أين تواقل؟ السنسر فيها ليس فقط على الباركينغ وغيرها السنسر حتى وأنتم قاعدة تمشون ممكن تعرضيكم ألارم وإذا لم تتبهت وهم ممكن أن تتعرضون إلى حادث أنا قاعدة تشيك كذلك وهناك دول تبدأ مفهوم الهايبرد بالتكاسي غيرها من السيارات لكي تحافظ على البيئة على الغيمة أو لا على الغيمة؟ على الغيمة مفهوم الهاتف الكاميرتين قاعدة يشبون أحمر آه رولينغ رولينغ جيد يعني ما أتيبني لو أتيبني تندريت والله سيارة حلوة